زيكو هنعمل النهاردة مع بعض آآ غرزة هي بترمي شغل وفي نفس الوقت بيبقى شكلها كويس بعيد شوية عن غرزة العمود هي هي بيبقى فيها عمود بس شكلها مختلفة اول حاجة الغرزة دي تبقى عالزة آآ عايزة عدد آآ سلاسل فردي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر دول اللي انا هبدأ بيهم ممكن يبقوا تراتاشر ممكن يبقوا آآ واحد ثلاثين خمسة ثلاثين اي عدد فردي بيبقى لحسب طول وعرض الشغل اللي انا هشتغلوا بعد كده بطلع اتنين ارتفاع لان انا اول غرزة انا هشتغلها هي نص عمود السلسلة التالتة هعمل فيها نص عمود وعمود في نفس المكان هسيب سلسلة فاضية نص عمود وعمود فاضية واحدة فاضية اخر غرزة هتبقى فيها العمود بلف بعدين هطلع سلسلتين ارتفاع هسيب سلسلة فاضية وهبضل مكملة بنفس الطريقة دي لحد الاخر طب انا ليه سبته واحدة فاضية لان انا حطيت غرزتين في مكان واحد فانا عندي الحداشر هيتضلوا حداشر لانا اللي انا حطيته هنا او اللي انا زودته على الغرزة دي انا عوضتها بواحدة تانية اكين ده محطوط هنا طب انا لو حطيت في كله ما سبتش دي حداشر الدور اللي بعده هلاقيه بقى اتنين وعشرين نبدأ الشغل اول حاجة هنعمل عدد سلاسل فردي هنعملهم حداشر زي ما رسميهم في باترون غاية اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر وهزود عليهم سلسلتين ارتفاع لاني هشتغل من نص عمود السلسلة التالتة اللي بعد الارتفاع هشتغل نص عمود اللي انا بطلع من تلاتة مرة واحدة والعمود بلفه في نفس المكان اللي بطلع فيه اتنين في اتنين هسيب سلسلة فاضية نص عمود وعمود هسيب سلسلة فاضية نص عمود عمود اقرر نفس الخطوات دي لحد اخر نص عمود اخر غرزة او اخر سلسلة هعمل فيها عمود والدل اللي هطلع في ايها الاتنين الارتفاع هلف الشغل السلسلة دي نص عمود وعمود هي غرزة مقفولة شوية يعني انا لو حبيت اعمل بها بلوفر هتبقى طلع شكلها اي شيك اوي لان هي مقفولة وفي نفس الوقت مديه شكل نص عمود وعمود وهيجي عند السلسلة بتاعت الارتفاع هيخد فيها عمود اتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو واستنوني الفيديو جاي اشتركوا في القناة